لابد أنك قد صادفت هذا المحرك الصغير في حياتك اليومية والذي يعمل بمجرد أن تصل قطبي بتيار كهربائي محرك التيار المستمر والذي يوجد غالبا في ألعاب الأطفال سنرى في هذا الفيديو كيف يعمل وما هي الفيزياء الكامل خلف هذا الاختراع البسيط وما هي الأجزاء المؤلفة لهذا الاختراع أولا لنتكلم عن بعض الأساسيات في الدارة الكهربائية البسيطة لدينا هذه الدارة الكهربائية وتتألف من بطارية وقاطع ومصباح كهربائي في حالة القاطع كان مرفوع أي أن الدارة مفتوحة فالمصباح لا يعمل أما إذا قمنا بوصل القاطع فتصبح الدارة مغلقة وسيضيء المصباح وستدفق التيار الكهربائي بجهة استلاحية له أو conventional flow من القطب السالب إلى القطب الموجب أما في حال قمنا بعكس أقطاب البطارية فهذا يؤدي إلى عكس مرور جهة التيار الكهربائي أي سيصبح يمر من السالب إلى الموجب ويعمل المصباح الكهربائي قد لا تعمل بعض الأجهزة الكهربائية في حال عكس الأقطاب أما هنا فلدينا مغناطيس يتألف المغناطيس من قطب شمالي وقطب جنوبي وتنجذب الإجسام المعدنية إلى المغناطيس كما نعلم في حال قمنا بتقريب قطبين مغناطيس المختلفين من بعضهما فإن ذلك يؤدي إلى تجاذب هذين القطبين القطب الجنوبي مع القطب الشمالي أو العكس أما إذا قمنا بتقريب القطبين المتماثلين فيؤدي ذلك إلى تنافرهم ولن يتجاذب أبدا وقد يكون المغناطيس على هيئة أشكال متعددة كما نشاهد لكن في جميع الحالات سيكون المغناطيس يحتوي على قطب شمالي وقطب جنوبي ويسمى هذا المغناطيس أحيانا بالمغناطيس الدائم لأنه دائما في حالة مغنطة للمعادن أي أنه لا يحتاج إلى مؤثر لكي يكون مغناطيس كما سنشاهد بعد قليل في المغناطيس المؤقت إذا أحضرنا هذا المغناطيس وجعلناه قابل للدوران حول محور يمر بمنتصفه وقمنا بتقريب مغناطيس آخر بقطب متماثل من هذا المغناطيس فإن ذلك سيؤدي إلى تنافر المغناطيس مع المغناطيس الآخر كما سنشاهد القطب الشمالي مع الشمالي سيؤدي إلى دوران هذا المغناطيس ليجذب القطب الجنوبي وهكذا عند تغيير الأقطاب أي الأقطاب المتماثلة ستتناثر مما يؤدي إلى دوران هذا المغناطيس لدينا برغي معدني وسلك ملفوف حول هذا البرغي إذا مر الطيار كهربائي في هذا السلك فإذا أدت ذلك إلى تشكل مجال مغناطيسي تتناسب شدته مع الطيار الماري في السلك ومع عدد لفات السلك حول هذا البرغي إذن في هذه الحالة لدينا مغناطيس مؤقت يعمل عندما يكون القاطع في حالة إغلاق للدارة فيمر الطيار الكهربائي في السلك فسيؤدي ذلك إلى انجذاب المعادن لهذا المغناطيس وهذا المغناطيس الذي تشكل لدينا لديه خصائص كما المغناطيس الذي تكلمنا عنه قبل قليل فلديه قطب شمالي وقطب جنوبي فإذا قمنا بعكس أقطاب البطارية فسيؤدي ذلك إلى عكس أقطاب المغناطيس نفسه فيصبح قطبه الشمالي جنوبي سنقوم بوضع المغناطيس على محور بحيث يكون قابل للدوران حوله وهذه الألوان الأحمر والأزرق للدلالة على الأقطاب التي ستتشكل في المغناطيس والمغناطيس متصل بحيث إذا كان متصل من هذه الجهة فسيكون معاكس في هذه الجهة من الأعلى أي كأنما عكسنا أقطاب البطارية كما فعلنا في بادي الأمث فإذا قمنا بتقريب مغناطيس بقطب متماثل فسيؤدي ذلك إلى التنافر والدوران فسيتصل من الأعلى وتنعكس قطبية المغناطيس مرة أخرى مما يؤدي إلى التنافر ويتصل من الأسفل فتنعكس القطبية مرة أخرى وهكذا تواليك لنجعل المغناطيس أقوى أو المحرر أقوى سنقوم بوضع مغناطيس آخر بقطب معاكس لهذا القطب من الجهة الأخرى فستستمر عملية التنافر والتجاذب وهذا هو مبدأ المحرك تيار المستمر سنقوم باستبدال ألبرغي بحلقة نحاسية كما نشاهد فعندما يمر تيار الكهربائي بداخل هذه الحلقة سيتشكل مجال مغناطيسي مشكل المغناطيس كهربائي بقطبه الشمالي والجنوبي وعند تقريب مغناطيسين بقطبين مختلفين من هذه الحلقة سيؤدي ذلك إلى تنافر هذه الحلقة إلى الجهة المعاكسة ولكن تخلص من مشكلة تبديل الأقطاب وعكس قطبية التيار الكهربائي سنستخدم ما يسمى الكوميتاتر كما سنشاهد بعد قليل هذا هو المبادل أو الكوميتاتر وهو عبارة عن حلقة معدنية فيها فجوتين من الأعلى والأسفل ويتم إيصال التيار الكهربائي لهذه الحلقة عن طريق البروشيز وهذه القطعة التي تكون ناقلة للتيار الكهربائي ولنضمن التماس الدائم مع الكوميتاتر أو المبادل يكون تكون مزودة بنابض بحيث تضمن التماس الدائم فعندما يمر التيار الكهربائي من السلك ينتقل إلى البروشيز ومن ثم إلى القطعة الأولى من الحلقة ومن ثم إلى القطعة المعدنية فيتشكل فيها مجال مغناطيسي مشكلاً مغناطيس بداخله ويذهب التيار إلى الجهة المقابلة عائداً أدراجه عند تشكل المجال المغناطيسي في هذه القطعة سيؤدي ذلك إلى التنافر فتقوم بالدوران والتنافر إلى الجهة المعاكسة عندما تدور كما نشاهد هنا انتقلت الفرشاة من نقل التيار الكهربائي من هذه القطعة إلى هذه القطعة أي قامت بعكس قطبية التيار الكهربائي فعند حدود ذلك سيؤدي ذلك إلى انعكاس قطبية المغناطيس الذي تشكل وبهذه الطريقة سنضمن انعكاس القطبية الدائم واستمرار دوران المحرك كما نشاهد ولنضمن دوران المحرك بشكل مستمر نضع العديد من الحلقات أو الارمتشرز بحيث يكون الدوران مستمر وسلس وقوة الدوران هذه هي العزم ولزيادة العزم سنحتاج إلى زيادة الطاقة الكهربائية أو زيادة المجال المغناطيسي ويتم زيادة المجال المغناطيسي عن طريق زيادة الأسلاك أو اللفات التي تتألف منها الارمتشرز فهذا هو شكل محرك الطيار المستمر من الداخل كما نشاهد الارمتشرز مصنوعة من أسلاك عديدة ذلك يؤدي إلى زيادة المجال المغناطيسي مما يؤدي إلى زيادة العزم الذي نريده